قال السفير أشرف سويلم نائب وزير الخارجية لشؤون المنظمات الأفريقية إن القمة جزء من عملية الإصلاح بالاتحاد الأفريقية أضاف سويلم أن قمة منتصف العام التنسيقية تعد تحضير للقمة السنوية العادية للاتحاد الأفريقي لمناقشة العديد من الملفات الهامة القمة دي بالصياغة دي بتعقد للمرة الخمسة ده كان جزء كان نتيجة لعملية الإصلاح التي تمت في الاتحاد الأفريقي اللي كان فيه ملاحظة من الدول أنه فيه يعني عادة كبير جدا من القمة بيعقد وبالتالي اتخذ القرار بينه يبقى فيه قمتين قمة الأولى بمشاركة كل الدول الأفريقية اللي هي قمة الاعتيادية اللي بتعقد في مقر الاتحاد في فبراير على أنه في منتصف العام تعقد قمة أخرى لا تضم كل الدول العظام ولكن تقتصر على الرؤساء الدول والحكومات اللي دولهم بتترقص مجموعات اقتصادية إقليمية بالإضافة إلى الرئيس اللجنة التوجهية للوكالة الأفريقية للتنمية اللي هي النيبات فالمشاركة محدودة الهدف الأساسي هو اتخاذ قرارات هامة إعداداً للقمة الاعتيادية اللي هتوقت في فبراير عشرين اربعة عشرين يمكن أهم الموضوعات اللي بتتنايش في القمة هي أولاً ميزانية ميزانية الاتحاد العام القادم وده طبعاً موضوع في منتهى الأهمية لكل الدول الأفريقية ولكن بشكل خاص لمصر لأنه طبعاً حضرتك والسادة المشاهدين عارفين أنه مصر واحدة من الدول الخمسة الكبرى مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي إحنا لوحدنا مساهمتنا في الاتحاد حوالي 7.5% من إجمال الميزانية اللي بيشتغل بها للاتحاد الأفريقي فمناشط الميزانية دي كان موضوع بالنسبة لنا في غاية الأهمية الجزئية التانية كانت الاستراتيجية أو الوثيقة اللي بتحدد العلاقة ما بين الاتحاد الأفريقي ما بين المنظمات والتجمعات الإقليمية بحيث يكون فيه تناغم وتكامل للأدوار وده طبعاً هو الآخر موضوع مهم جداً